السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه الليلة سنخصصها لقصة حقيقية واقعية قصة شخص كان يعاني ظروفا اجتماعية قاسية وصعبة ولكن شاءت الأقدار الإلهية أن يفتح له الله تعالى أبواب الفرج فينتقل من الفقر إلى الغنى ومن الشدة إلى الرخاء عنوان قصتنا اليوم هي معاناة عبد الصبور معاناة عبد الصبور من هو عبد الصبور هذا؟ هذا شخص حقيقي وقعي كنت أعرفه شاب في مقتبل العمر وكان دائما يستشعر بأن هذا الاسم اسم عبد الصبور لابد أن يكون فيه الصبر في نفسه ربنا عز وجل يسر له سبل الزواج وحينما كون الأسرة أول مشكلة وجهته هي مشكلة أزمة السكن إنه يبحث عن مأوى ليعيش فيه عبد الصبور كان يطرح سيناريوهات ما هي الطريقة المتلى للحصول على سكن في سنة أول زواج عادة الناس إما أن يكون ميسورا فيقتني شقة وإما أنه يذتر للكراء والبعض الآخر قد يذهب عند بؤسسة بنكية للاقتراض وآخر قد يسكن مع العائلة عبد الصبور طرح كل هذه السيناريوهات ووجد بأن الأمر شاق عليه لا يستطيع أن يعيش مع العائلة لماذا؟ لأن عائلته أصلا متعددة الأفراد وفيها بنات وغالبا البنات الأخوات قد لا ينسجمنا مع العروس الجديدة فوجد بأن هذا الحل بالنسبة إليه غير مناسب فكر أنه يقترض من مؤسسة بنكية لكنه سمع بعض العلماء بأن الفائدة البنكية هي الربى المحرم وإن فعلها فإنه سوف يلاقي معاناة لقول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله عبد الصبور كان رجل يخاف الله تعالى فتراجع إلى الوراء بدأ يبحث ويبحث أختاما فكر أنه يكتري شقة وحصل على عمل متواضع وبدأ يؤدي الأقصات للكراء كل شهر بانتظام ولكن من يدري تجري الرياح بما لا تشتهي السفن كيقول سيدنا اللولين الفلكي دور استويع بالدالة وقع عبد الصبور أنه في الشركة اللي كان خدم فيها بشكل مؤقت قامت بتسريح تسريح المستخدمين فوجد نفسه عاطلا وقد أصبح متزوج وله ثلاث بنات وكان يكتري الشقة ديالي وكيدفع بانتظام الآن صاحب الشقة يقول له خاصك تعطيني الكراء ديالي في الوقت المناسب عبد الصبور وجد معاناة كبيرة لكي يلتزم ويوفي بهذا العهد فأصبح مهددا بالإفراغ مشكلة الكثير من أصحاب الكراء أنه بعد فترة زمنية قد يهدد بالإفراغ يبحث عن عن حل آخر عبد الصبور تلف كيقوله سيدنا اللولين كيقول لك لتلف شد لرد عبد الصبور سمع أحد الأشخاص الطيبين كيقول لتلف يقصد المسجد يقصد بيت الله تعالى فعلا عبد الصبور قصد بيت الله تعالى وأصبح يشكو على مولاه ما يجدوه إذ طر على أنه حكم الإفراغ قد نفد خرج من الدار أعطى السوارة لموالهم وبدك يقلب على جسكينة ألقى غرفة مع الجيران في وضعية رثة فيها الرطوبة ومظلمة ما فيها الشمس وضجيج الزوجة ديالو كانت بنت عائلة لقت مشقة كبيرة جدا في أن تجد راحتها في هذه الشقة مع بنتها الثلاثة خصوصا وأن الحي كان فيها ضروف وكان فيها سلوكات منحرفة كان هناك إجرام كان هناك سكر وعربدة والبناء الثلاثة كيسجلوا وكيلتقطوا هذه الصورة الجديدة في هذا الحي اللي هو مهمش مع العلم أنه من قبل كانت الأسرة كتعيش في وضعية شبهة متوسطة عبد السابور مراته ما صبراتش عليه قلت لي يلقى لي حل ولا طلقني أنا منكش نعيش في هذا الوضعية وبنتي غادي ضيعه كانت يخرج كل صباح مع الفجر يصلي الفجر ويخرج يقلب على عمل جراء وبحث وتعب ولا يلقى شي عمل مناسب كيلقى شركات كيلقى إدارات مؤسسات كيقول لي إن شاء الله خلي السيفي حتى النديو عليك وبقى بعد مدة طويلة كيقلب إلا شي عمل بسيط جدا كيقوم به دراهم معدودات ثم من اللي كيتلف يقصد المسجد فأصبح يعمر وقته بالمسجد في أي وقت من اللي كيتلف كيلقى رسو في بيت الله تعالى كيتك على السيرية كيذكر الله سبحانه وتعالى وكيتسند بيجي الفرج صادف ذلك اليوم وحد الواعد وحد المرشد في المسجد كان يتحدث وقال وحد الكلمة مؤثرة فالتقطها عبدالصبور وهي قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عبدالصبور عنده ضيق وعنده فقر والآية تطرح الإشكال وتعطي الحل الفعال المناسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني مخرجا معنى المفهوم الآية عندك ضيق في الحياة ديالك عندك شدة عندك إغلاق عندك تعسير المخرج كين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب عندك فقر عندك حاجة ربنا عز وجل اسمه الرزاق ويرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق حتى ضد الأسباب يرزق من يشاء بغير حساب عبدالصبور اسمع الآية فرح بها وقال لعلها تكون مفتاح الفرج والله سوف أقوم بتحدي وأسعى لكي أمتتل مفاهيم هذه الآية والدلالة هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ضد الأسباب صبر هكذا يتحرى الحلال كانت مر مركجيه إغراءات على الحرام ممكن يخدم في قطع معين مشبوه قطع في مخالفة قانونية قطع في أذى قطع في محرمات ممكن ويكسب المال لكن قال سأتحرى الحلال وسأصبر على القليل وسأسلم أمري إلى ربي وأتوسل إليه بهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لكن من يرجع البيت دياله الزوجة والبنات يلقون في الغرفة المظلمة فيها الرطوبة كل ليلة كتدز عنده في عذاب أليم غير كتغرب الشمس وكي بدي يسمع ذاك الحومة اللي سكن فيها سراعات وخصامات وشجارات والشباب عنده سكر وعنده عربدة والنساء يطلقنا كلام فاحش هو البنات دياله كي وضعوا أصابعهم في آدانهم وكتمر ذك الليالي صعبة بحث عن عن سكن ما فيش حتى لقمة العيش معه في سراع كتقول له مراته دابة لقالي يحل ولا طلقني هو ما يمكنش يطلقها لأنها أم بناته وعنده مسؤولية فكان دائما كي يركز على هاد الوصيتين اللي اسمعهم الوصية اللولى اللي تلف يقصد المسجد مشيش ادلرد يقصد المسجد بيته الله واللي بغى الفرج يتبعد الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب عبدالصابور ظل دائما الوقت الثارغ اللي عنده يبقى يقلب على عمل ملكعية يدخل الجامع وكي يجلس مرة أيام وأسابيع وشهور والوضعية دائما هي الأزمة متأصلة والمعاناة شديدة والمرأة دائما تولول إما طلقني وإما القليحل وعبدالصابور لا يشكي همه لأحد إلا لمولاه يقصد بيت الله وضوء وركوع وسجود وابتهال وينتظر الفرج من الله في يوم من الأيام وحد الرجل من الجالية المغربية المقيمة بالخارج رجل دومال من أهل اليسار كان صاحب الإمام دي الجامع يجل عنده يتهل فيه ويلقى الإمام غير قال لي ماذا أصابك سيفلان قال لي راني كنت في فرنسا وراني رجعت للأرض المغرب هو كان بنوح الدويرة بنوح الدار فخمة مش دويرة دار معقولة مكون من ثلاث طوابق وكيمشي كي يجي غير في العطلة الصيفية وكي يخلي الدار هكذا فقال لي هاد المرة من اللي جيت رألقيت اللصوص اقتحموا البيت وسرقوا منه لأتات وسرقوا منه بعض الأشياء وخربوا وراني دي بلآن ديكلا ريت في الأمن درت الشكاية ولكن ما لقيت شي حل هاد الساعة فأصبح لي زامن علي خسنينقى حارس حارس لبيتي بيت فخم فكي قلب لشي حارس ويقولي باللتي وحد الرجل رأي كي يجلس دائما هنا رأي بلية ربما بغير عمل بلية رجل لطيف ورجل متقي أنا عرض علي الممكن بيخدم معك خدمة حارس فقصد عبدالصابور القاقاس من فوق السارية تحت السارية كي ينتظر قال لها اش كدر في العمل اللي ما زال لربك نقلب راكنت خدام في واحد الشركة ومستخدم ثم سرح العمال وانا الان بدون عمل وبدون مأوى قال لشوف راكين واحد السيد من الناس اللي هما من اصحاب اليسار مشكلته يبحث عن حارس امين بغير حارس امين يحرص له الدار دياله فاعجب بالفكرة مش عن السيد هو يعطيه في السكان دياله واحد السفلي قال لي هذا هو المقام ديالك ستبقى هذا الدار في الغيبة ديالي انا كانت سافر بزاك مع الوليدات مقيم في فرنسا وكانت رجع الارض الوطن وكان لقى هذه المشكلة واقع فبعاشية وضحاها مشكل السكن هو ربي عز وجل يسره سبحانه وتعالى وفوقه اعطاه الله تعالى واحد الاجرى محترم يعيش بها هولدته لم يصدق عبدالصبور وقال والله صدق الله الذي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب جاب المرض يلو وجاب البنية وقال ينفرجها ربي مشا أقول لك الحي راقي جدا حي بقي جديد بقي نظيف وقريب من المسجد فاستفاد عبدالصبور هذيك الدويرة الليف السفلي على اسأل واصبح هو الحارس وجاب معه ولدته وربي عز وجل اكتب لي واحد رزي يقعيش به ومرت الايام هذيك الراجل كي اكتشف بعبدالصبور صفات حسنة التواضع الراجل الصغير الخدمة انه اميم في الاسرار وحتى في الامتع والموارد ديالبيت الزوجة دياله ولت مرة مرة كتسعد عند زوجة مولدار كتسعدها وبقت الامور هكذا طيبة ايام معدودات واحد النهار مالك يبغير بي فتح الكباب من الابواب ديالي اليسار اشقع مولت مولدار صابت حالة نفسية مرعبة بالليل كتغوت كتصيح كترفع صوتها صابت حالة هستيريا واش هذا مرض نفسي ولا هذا مس شيطاني ولا هذا هستيريا خادها زوجها الى المستشفى المستعجلات شافوها الاطباء دقولها واحد لبر تدمتش شوية ولكن حالتها كتر عاد اليوم الموالي نفس الحالة وقعت لها فصاحب البيت كيقول عبدالصابور عفاكسير قلب على الفقه ديالجامعة او قلتشي فيها رمش مرض عضوي لعله مرض شيطاني مش عبدالصابور كيقلب على الفقه لقى الفقه ما كانش فينا هو مش شي زردة فاضطر عبدالصابور قال ومش ممكن نقرأ لاشي باركة عبدالصابور ليس عالم ولا فقه ولكن ذلك الفترة اللي قضاها في المسجد كان يحفظ ما يتيسر من كلام الله داريد على المرأة قرأ لها ما تيسر من كلام الله تعالى ويتهدم المرأة سبحان الله العظيم تكشل فيها كأنه مجرد خيال أوهام زال فإذا بعبدالصابور غيتحول إلى بطل الراجل ملدك يقول تبارك الله هاد البركة عندك هو ما دا الوالو هو دا الغنية دا الغنية وضع يده اليمنى على جباتها وقرأ ما يحفظه من كلام الله تعالى ودكش اللي فيها هو يزول فمولدار كبر في النظر دياله عبدالصابور قال لي انت المقام ديالك ماشي تبقى تجلس في ديك الدويرة الصغيرة في السفلي انت اطلع بروميري تاج غيتجلس معنا وانت ولادك والمرقة تلاقيه بوتو عمر عليها الدار كبيرة وكنشوف خيالات وكنشوف انزعاج بوتو يبقى معايا فاذا بعبدالصابور بين عشي وضحها صباح كيسكن في البروميري تاج دار كبيرة 140 متر مشمشا حي راقي ومولدار قال لي كول معنا وشرب معنا وليتي واحد من افراد العائلة بغايا لاني محتاج لي المرأة كل مرأة تمرض لي يقلب على الطبيعي بقلب على الفقه ها هو عنده فدار فاذا برب العباد يكرم عبدالصابور هو عرف بان فعلا قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولت العائلة كلها مجموعة ولو كل معيشين حياة طيبة كيخرجوا جميع سالة العطلة الصيفية مولدار لهواية من الجالية المقيمة بالخارج خاصوا رجال فرنسا رجع الى فرنسا وبقى عبدالصابور هو الامين دي للدار يلي للدار كلها ركنتها هو المسؤولة لها من الفوق تالتحت والله هو المتصرف في ديك الدار وصبح وكيتخلص ودست تقريبا شهور وشهور عبدالصابور مقابل غير الجامع وكي يجي للدار راح هاضيها راح ساكن فيها هو القضية كتبن حراسة امنية ولكن راح ربي يرزقه راح طول مانضة ديالو من صاحب الملك كل شهر عيش معزز مكرم والزوجة فرحانة والبنية فرحانين والحي طاهر وبقي جديد وقريب من المسجد سبحانك يا جليل الى بغربي عز وجل يكرمك يسخر لك الاسباب بعد خمس ستة شهور هذيك الزوجة رجعت لها الحالة بداتك تجي هذيك الهيستيريا زوجها يحملها الى المستعجلات هناك في فرنسا قدروا لها الفحوصة الطبية ولكن الحالة كتجيها زوجها حملها الى المركز الاسلامي هناك في فرنسا قشعوا لها موشي فقه دلوا لها واحدة رقية صغيرة باقي الحالة هي يدقول لي والو جيب لي عبدالصابور راهو وليك يعرف لي فكان لي زاما على صاحب الاسرة الكبيرة هذي انه غيقول لها عبدالصابور رجاء واش ممكن جي عندي خلي كل شي وجينا عندي الفرنسا مرتيرة جات الحالة بين عشي وضحها كل قابل الصابور عند الباسبور عند الفيزا عند البي ديال لافيون كل قرصوا بانه مسافر الى فرنسا وهناك غير وصل والقال المرأ كيف لعادة أو تاني هو مقارش هو علاقة للحال رجل عامي ولكن فيه نية وفيه التقوى ومرضي الوالدين وما يحب الحرم وبعيد كل البود عن الشبوهات وهذا هو مركز القوة فوضع يوده اليمنى على المريضة قرأ ما تيسر من كلام الله تعالى ولمرى الحمد اللي فيها زال قلت لي رغريش فتك طلعتي جيت لدرع دنا دكشي منك يخفاف قرأتي وبيزول فإذا عبدالصابور قد تزداد الحضوة دياله قال لي مل 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 صاحب الزوجة الرجول قال لي بقى معنا ما ترجعش خليك معنا بعض الأيام تترجى الحالة هذك الأيام بقى في فرنسا ولا كيمشي يخرج كيتسارا كيشوف فرنسا كيشوف باريز مدينة الجن والملائكة عبدالصابور اللي كان ساكن في بيت دير الكرة عبدالصابور اللي كان في بيت في الميديتي وكان ملاقش باشي ياكل أهو الآن كيتسارا في باريز وكيتسارا في عز وكيتسارا في كرامة هذك سيد مول الملك عنده واحد سوبر مغشي كبير ولكن يمشي عنده مرة مرة ويتعلم منه تقنيات البيع والشراء من اللي بغير يرجع ويقول لها داس تقريبا شي آه ثلاث أسابيع هو في فرنسا وهذا شي واقعي كنحكي لكم القصة كما رواها لي عبدالصابور وعيشت معها فصول منها ما الذي وقع هو عبدالصابور غدي قل لها آه الرجل اللي مخدمو قال لي شوف هذك العمارة اللي عندي تحت منه واحد جوجري دوات واش ممكن نفتحوهم وهات سوبر مارشي كيفشت الخدمة ديالين ديرت معي واحد ميني مارشي واحد المارشي الصغير هذك جوجري دوات قال لي ممكن فعلا رجعوا بجوج من فرنسا الى المغرب وهذك العمارة السفلي صوبوا واحد المحل للمواد الغدائية واصبح عبدالصابور قال لي انتلي غيتكلف أنا ده برافقا رجع السوبر مارشي ديالفرنسا وانا غدين مولك وغنصفت لك البضائع وغنصفت لك كذا كذا وانتلك عرفتك فاش تقنيات ديالعمل عبدالصابور شاطر وراجل مبارك واجمل ما في التاجير هي الابتسامة فكان يبتسيم تفتح دك الميني مارشي ولك يبيع فيه وشري وراجت الحركة بعد مرور ثلاث سنوات كان عبدالصابور جمع مالا وفيرا وحتى هو قدر انه يقتني ارضا جديدة وغد يبني عليها واحد البناية متواضعة ويقول لهم الملك والله لا خرجتي من هذا الدار ومن المحل خليك معنا احنا كانت يغير شهر في العام بدأت تبقى معنا دائما وانتفألوا خيرين علينا اجل العبدالصابور بدك تدر ليعود بناها وشراها كراها واللي عنده مدخول اضافي فتحول عبدالصابور من الفقراء الى اصحاب اليسار الان عبدالصابور تبارك الله ما شاء الله رجل من اهل الفضلي ومن اهل المالي يلا كنا معا في واحد المجلس مع بعض الناس وحكا لنا القصة دياله وحنا كنا نعرفوه هذه واحد سبع سنوات انسان كان كيتلب المساعدة ولكن كيستحي كيستحي شي واحدة طين مساعدة كالقوا في الجامع غلسة الظم السارية وكيتسنى اشغي ديار وخارج وشاري جوش كوميرات وثلاثة البيضات وقبطة النعنع كيدخل البنيته مراتوا بشي تعشوا فاذا به الان ما شاء الله تبارك الله المال بصير فخما والخير عما عليه من لسولوا بعد الاخوان قلوا يا عبدالصبور من اين لك هذا قال من قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه قصة قصيرة ربما قد نستفيد منها جميعا هي ليست من نسيج الخيال هي واقعية ولعل الكثير من المستمعين والمستمعات عندهم مشاكل للأزمة السكن وعندهم مشاكل للأزمة البحث عن العمل وعندهم مشاكل للأزمة نفسية يقول ما لأنا وقع لي هكذا من دون الناس قد نقول لهم جميعا إياكم أن تحزنوا وإياكم أن تيأسوا نحن الحمد لله لنا رب اسمه الكريم ولنا رب اسمه مالك الملك وهو سبحانه وتعالى بيده كل شيء ما يهمك أشواء في المجتمع ما يهمك يقول لك هنا أزمة اقتصادية أزمة سكن را كل ما في اللوبيات لوبيات كبار في البلاد راهم كي خلقوا الفقر وكي خلقوا الأزمة لا يغرق هذا الكلام لأن كل البشر اللي كتشوفهم أمامك هم مجرد كاركيز ودمع تتحرك والذي يحرك الوجود هو رب الوجود جل جلاله القادر على كل شيء من أراد القوة ومن أراد المدد ما عليه إلا أن يتصل بمالك الملك برب الأرباب بسيد الوجود هذه قصة واقعية أتمنى من السادة المستمعين أنهم إن عاشوا قصة مثل هذه أن يحكوها لنا ومن ثم ممكن أن نصيغ في نهاية الحصة وحد القوانين نعمل بها جميعا على أسس أننا نبحث عن مفاتيح الفرج وبإذن الله وجود الله سوف نخرج من الأزمة ما في أزمة أرجوكم أيها الأحبة الكرام كلمة أزمة شطبوا عليها من قاموسكم ما فيش أزمة فيه مدد إلهي مدد مدد إلهي أرقامنا مفتوحة في وجه الجميع من أجل أن نتواصل السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله